تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش إن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقبية وضامنة ووضح قرقاش أن الغرب بات مدركا أن كثيرا من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية مؤكدا أن البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر لدعمها وتمويلها للإرهاب أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي أدريان جالوي أن قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدما كبيرا في الجانب الغربي من مدينة الرقة وقال جالوي أن هذه القوات تواجه خلال تقدمها هجمات مضادة من مسلحي داعش الذين يستعملون دفاعات وأجهزة متفجرة تصاعب عملية القتال وأشار المتحدث إلى أن التحالف الدولي يملك مستشارين يعملون مع قوات سوريا الديمقراطية يحددون الضربات الجوية ويزودونها بالمعدات التي لا تملكها نفذ طائرات الأسد صباح اليوم ضربات جديدة على الحدود اللبنانية السورية الشرقي لبنان وكانت طائرات الأسد شنت يوم السبت الماضي ضربتين جويتين على أطراف بلدة عرسال الحدودية الشرقي لبنان حيث سادفت أماكن تابعة لمسلحين متطرفين عذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من وقوع كارثة إنسانية قرب قضاء الشرقات تهدد بموت عشرين ألف مدنيين بسبب حصار خانق يفرضه أفراد داعش على المدنيين واستغلت تنظيم هروب المدنيين من مخيمات اللجوء في مدينة الموصل إلى مناطق بيجي وتكريت فأوقعهم تحت احتلاله قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي لا يشارك حاليا في اتخاذ قرارات داخل التنظيم وكذا المتحدث باسم البنتاجون أن معلومات حصلت عليها وزارة الدفاع الأمريكية تفيد بأن البغدادي لا يسهم في أي عمليات يومية ولا يقود المسلحين قالت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية إنها رفعت حظرا على حمل الركاب لأجهزة كمبيوتر محمولة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة وفرض المسؤولون الأمريكيون هذا الحظر في شهر مارس آذار الماضي على تسع شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق النووي مع إيران متراجعا بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين وهدد ترامب بالمقابل بفرض عقوبات على إيران لا تتصل ببرنامجها النووية نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة